السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شاركة متخصصة في السلمة على اللسان الآلي. قررت ان اللسان الآلي ده يكون معتمد على الذكاء الاصطناعي. وخصوصا LLM Large Language Model. وخصوصا برضو شات جبتي. طب ايه اللي بيحصل ان انت بتسأله اي سؤال. هو بيشتغل يقدر ان هو يجاوبك عليه. يقدر ان يتفاعل مع البيئة. هنا قد ادلوحة كثيرة وقال له ان هاجعين عايزة يكل. راح مديله التفاحة. يقول له ان نظف دي طب بعمل دي طب شوف الالوان اللي حواليك. فهو بيتفاعل مع البيئة ويقدر ان هو مسلا يساعدك في عمل القهوة مسلا. يقدر ينظف لك الحاجات. وممكن تقول له مسلا شلي الالعاب. اضعه على جنب. فهو بيقدر يحلل المواد اللي الموجودة. ويفهم ايه ديت وتفاعل معها. دابة موجود في الزكاية الصناعية ودي المواصفات بتاعته. السرعة بتاعته. كل حاجة موجودة على الموقع بتاعته. يبقى انت مش هتقول له مسلا. حاجات مخصوصة او تدير كل الديتا. لا. هو لو في معلومة نقصة يقدر هو يخش على النت ويقدر يتفاعل معاها. ويبدأ يجيب لك المعلومة اللي نقصة. مثلا. طرح من اللي اكله معينة وهو ما قدرش الطريقة بتاعت الاكل. هو يدخل على النت ويجيب لك طريقة الاكل وهو يتفاعل معاها ويعملها. حتى لو هو مش متبرمج بها. ممكن يعني خلق بقى الزكاية الصناعية. موجود خرج من قلب الكمبيوتر. وبقى موجود قلب البيوت دلوقتي.